ندى استقبال سموه لوفد من الكلية الملكية للجراحين بإرلندا أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء دعم الحكومة لكافة المؤسسات التي ترفض القطاع الصحي بالكوادر القادرة على الاستجابة لاستراتيجية الحكومة الصحية والعلاجية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين مشيدا سموه في هذا الصدد بالدور التعليمي الرائد للكلية الملكية للجراحين بإرلندا وبإسهاماتها في تدريب أبناء الوطن وتخريج كوادر طبية بحرينية ذات كفاءة عالية مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على توسيع أطر التعاون مع الكلية والاستفادة مما تتمتع به من سمعة عالمية وإنجازات متعددة في ظل ما تحظى به من خبرات وكفاءات طبية متميزة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضبية صباح اليوم سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة التي قدمت لسموه وفدا من الكلية الملكية الإرلندية للجراحين يتقدمهم رئيس الكلية بيدابلن البروفيسور جون هايلاند الذي يزور المملكة حاليا لحضور حفل تخريجي طلبة الفوج السابع من خرجي كليات التمريض والدراسات العليا والبحوث العامة 2016 والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي والطبي لما لهذا القطاع من أهمية في تنمية الإنسان الذي يعد ثروة الوطن الحقيقية لافتا سموه إلى حرص الحكومة على تطوير التعليم الطبي عبر الاستفادة من كبريات الجامعات والمعاهد الطبية العريقة في العالم أو من خلال استقطاب أبرز المؤسسات الطبية والصحية وكبار الأطباء في كافة التخصصات إلى البحرين لاستفادة من خبراتهم وشد سموه بالكلية الملكية للجراحين في أرلندا العريقة وجهودها في تنمية القطاع الطبي والصحي في المملكة ومما تمتلكه من خبرات وكوادر ذات كفاءة عالية وقد رفع وفد الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المستمر للكلية منذ تأسيسها وهو ما يشكل حافزا نحو مزيد من التعاون المثمر بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر